اسم التجربة استعمال الأعمدة الهوائية المغلقة في تعيين سرعة الصوت الهدف من التجربة تعيين سرعة الصوت في الهواء باستعمال الأعمدة الهوائية المغلقة عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة الحرص عند استعمال الشوك الرنانة والمطرقة أدوات التجربة شوكن رنانة مختلفة التردد عدد خمسة مطرقة مخبار طويل مملوء بالماء أمبوب مفتوح الطرفين عمود هوائي مسترى نغمر أحد طرفي الأمبوب في المخبار كي نحصل على عمود هوائي مغلق نبدأ بأقصر طول ممكن للعمود الهوائي نطرق أحدى الشوك الرنانة المعلومة التردد بالمطرقة الشوكة ذات التردد 341 هيرتز ثم نقربها من نهاية العمود الهوائي نبدأ بزيادة طول العمود الهوائي تدريجيا حتى نسمع نغمة فائقة الشدة فيكون هذا هو موضع الرنين الأول نقيص طول العمود الهوائي الذي أحدث الرنين الأول باستعمال المصطرة فنجد أنه يساوي 0.25 ميتر باستعمال العلاقة L-EQ-Lambda-Over-4 حيث L هو طول العمود الهوائي نحسب الطول الموجية لنغمة شوكة الرنانة ذات التردد 341 هيرتز فنجد أنه يساوي 1 ميتر نكرر الخطوات السابقة باستعمال الشوك الرنانة الأخرى لنحصل على النتائج المبينة في الجدول فنلاحظ أنه كلما زاد تردد الشوكة الرنانة قل طول العمود الهوائي ما يعني أن طول العمود الهوائي الذي يحدث رنيناً مع الشوكة يتناسب عكسياً مع تردد الشوكة وأن حاصل الضرب التردد F في طول العمود الهوائي L يساوي مقداراً ثابتاً نحسب سرعة الصوت في كل مرة باستعمال العلاقة V equals F times lambda لنحصل على النتائج المبينة في الجدول نحسب متوسط سرعة الصوت فنجد أنه يساوي V equal slope equal 336.44 m per second النتائج نستنتج أنه عند وضع شوكة رنانة فوق العمود الهوائي فإما أن يهتز الهواء بتردد لا يتوافق مع اهتزاز الشوكة الرنانة ومن ثم لا يحدث الرنين لا نسمع النغمة وإما أن يهتز الهواء بتردد يتوافق مع اهتزاز الشوكة الرنانة عند تغيير طول الأنبوب إلى حد معين فيحدث الرنين وهو تقوية الصوت وتحويل الأصوات العشوائية إلى أصوات منتظمة عند تغيير تردد شوكة الرنانة يتغير طول عمود الهواء الذي يحدث عنده الرنين وهذا يعني أن طول عمود الهواء يحدد ترددات الهواء المهتز التي ستكون في حالة الرنين تفسير حدوث الرنين في أعمدة الهواء المغلقة تولد الشوكة الرنانة فوق عمود الهواء موجة صوتية مكونة من ذبذبات مرتفعة الضغط وأخرى منخفضة الضغط وعندما تتوافق هذه الموجة الصوتية مع صوت المنعكس من الطرف المغلق للأنبوب ينعكس الضغط المرتفع في صورة ضغط مرتفع ومن ثم تحدث تقوية للصوت ويولد ما يعرف بالموجة المستقرة الرنين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر